اشتركوا في القناة والطيبين الطاهرين جاء في الخبر الصحيح عن النبي الاكرم صلى الله عليه وآله انه قال كن بارا واقصر على الجنة وان كنت عاقا فاقصر على النار عندما نتأمل النصوص القرآنية والاخبار والروايات التي تتكلم عن العلاقات الاجتماعية في المجتمع المؤمن مباشرة وبلا مزيد عناية وبلا مزيد تأمل مباشرة تلوح امامنا هذه الحقيقة وهي ان امهات القيم يعني اهم قيمة اجتماعية في نظر الدين اهم قيمة اجتماعية التي لا تعلوها قيمة ابدا كل القيم الاجتماعية الاخرى هي دون هذه القيمة الاجتماعية هي الاحسان الى الابوين القيمة الاجتماعية الكبرى اقول التي لا تعلوها قيمة بل قلنا راح نتأمل فيها النص بل كأنه لا توجد قيمة اجتماعية في الاسلام الا هذه كل الباقي ليس قيم الا هذه اذا واحد يتأمل في المقطع هذا الوارد بسند صحيح عن النبي الاكرم صلى الله عليه وآله الاحسان الى الابوين الى درجة قرنة العبادة بالاحسان الى الابوين قرنة التوحيد قرنة التوحيد ها في النص القرآني بالاحسان الى الابوين ان لا تشرك بي شيئا وبالوالدين احسانا اقترانوا الاحسان الى الابوين بالتوحيد يعني يعني لو ان الانسان قال معترفا نظريا ان الكون هذا له خالق والخالق هو هذا واحد وهو الله سبحانه اقر ذلك نظريا ثم لم يحسن للابوين لا يقال له موحدا ابدا هذا نص الاية المباركة لان التوحيد قرنة بالاحسان الى الابوين كما ان الانسان لو تعبد ليله ونهار طيب لم يترك واجبا ولا مستحبا ثم لم يحسن للابوين بالمعنى الواسع لمفهوم الاحسان لا يكتب عند الله عابدا لان الاية تقول ان لا تعبد الا اياه وبالوالدين احسانا فاذا احنا ننظر الى الايات المباركة التي تبين بان العباد لا تكتمل بل لا يقال له عبادة الا بشرط الاحسان الى الابوين التوحيد لا يكتمل الا اذا كان هناك احسان الى الابوين اذا كل هذا كان واضح امامنا بالاضافة الى ما عندنا من النصوص والروايات انا اذن يمكن لنا ان نفهم هذا المقطع الوارد بسند صحيح عن النبي صلى الله عليه وآله كن بارا واقصر على الجنة وهذا شو يريد التفسير الثاني يقول وان كنت عاقم فاقصر على النار وهذا واضح يعني لو ان الانسان تعبد وتنساك صائما مصليا حاجا مزكيا عاملا للخيرات لكنه في نهاية المطاف كان عاقا بابويه او باحدهما الرواية تقول فاقصر على النار فاقصر على النار وان كنت عاقا فاقصر على النار ليش لان هذه لا صوم ولا صلاة ولا حاج ولا زكاة ولا اخلاق ولا قيم لان الدين الذي لا يؤدي لا يعلم الانسان معنى الاحسان للابوين هذا ليس دين اصلا هذا بغض النظر عن ان الافق الانساني لوحده الضمير الانساني لوحده يمكن ان يعطي الانسان فهما لمثل هذا المعنى كن بار اذا لكن كن عاقا واقصر على الجنة عفوا وان كنت عاقا فاقصر على الجنة هذا واضح واضح القضية انه لو ان الانسان فعل ما فعل من العبادات وغيرها ثم كان عاقا الرواية تقول كن عاقا وان كنت عاقا فاقصر على النار عفوا الرواية تقول مآل هذا الانسان مآل غير خير اما الثاني يحتاج ويضاح ليش كن بار وقصر على الجنة مو معنى ان الانسان لو ترك صلاة وترك صوما وترك اخلاق فقط كان بار يدخل الجنة لا هنا معنى بشرطها وشروطها هناك ما في شرط ولا شروط لان مقضى الادلة تدلل على ذلك يعني هنا في المقطع الاول على نحو الاقتضاء في الثاني الظهر على نحو العليا التام يعني هنا اذا كان الانسان مصليا يعني محافظ على اصول العقيدة حتى لو ما كانت عنده اهتمامات كبرى بالامور الاخرى حتى لو كانت عنده تسيبات هنا وهناك لو كان بار مع هذه الشروط فاقصر على الجنة هذا شنو يدلل يدلل لنا على اهمية مفهوم الاحسان الى الابوين هذا المفهوم له تجليات من التجليات المهمة في عصورنا مثلا هناك تجليات كثيرة اختار مقطع واحد منها من التجليات التي يمكن ان تلحظ في عصورنا في عصورنا هذا التجلي وهو التواصل مع الابوين حتى لو كثرة شغالات الانسان في الحياة بمعنى ان الانسان قد يكون متزوجا ومشغولا باولاده ومشغولا بمعاشهم وتربيتهم وملتزما بوظيفة عملية وقد تكون له التزامات اجتماعية معينة وقد تكون له ايضا التزامات عملية وتجارية اخرى كل هذه الالتزامات تنزف مقدار كبير جدا من الزمن المتاح الى الانسان لكن كل هذه المسائل لا تعطي الانسان حقا بان يقصر في التواصل مع الابوين لماذا لان الروايات تؤكد بان تؤكد على مفهوم الايثار هنا يعني العلاقة مع الابوين مع ذلك اهم من كل هذه المسائل اطرح هذا الموضوع على وجه الخصوص لان هناك شكاوى هناك ملاحظات هناك اعتراضات عند كثير من الاباء لانهم لا يجدون اهتماما اجتماعيا ولو بمقدار التواصل فقط من الابناء والبنات اذا التزم الابناء والبنات ببرامجهم الاخرى في الحياة وهذا خطأ كبير شوفوا الرواية والرواية المشورة هذا واحد بس يدقق على التعابير ذاك الرجل الذي جاء الى النبي صلى الله عليه وآله والنبي عليه الصلاة والسلام في ذلك الوقت كان في امس الحاجة الى رجال يشاركونه في الجهاد الى شباب اقويا يشاركونه في الجهاد لان العدد الذي كان عنده كان قليلا وهذا الشاب واضح من الرواية انه شاب كان قوي البنية جاء للنبي صلى الله عليه وآله فقال له يا رسول الله اني راغب في الجهاد نشيط شوف الرواية نشيط انا هما اريد ان اجاهد معك والجهاد مع من هنا مع النبي الجهاد هنا مع النبي صلى الله عليه وآله الذي لا يشك الانسان قيد ان مؤلع بان هذا الجهاد على الحق وان الذي يستشهد يموت في هذه الحالة شهيد قطعا لان مع النبي صلى الله عليه وآله وهذه فرصة عظيمة يقول انا اريد الجهاد وانا هم نشيط والنبي صلى الله عليه في حاجة ماسة الى الرجال لان الاعداد كانت قليلة النبي صلى الله عليه وآله في البداية شجع على الجهاد ايضا وبين له ثواب الجهاد بعدين هو الولد قال شوف شو العبارة تفتل العبارة وهذه مفردة من مفردات الاحسان الى الابوين شوف العبارة قال ولكن لي ابوين ابو ام يزعم يزعمان يزعمان شوف الرواي يزعمان يقولان يعني لي انهما يأنسان بي يقولوا ان احنا اذا نشوفك بس نشوف وجهك هالشكل نرتاح ويكرهان خروجي ما يتمنوا ان انا اخرج والظهر انهم ما كانوا مانعين من الخروج ما قال لا تروح مع النبي صلى الله عليه وآله بس يقول الى حين تروح لما نشوفك نرتاح ها ولهذا احنا نكره النقطة طلع ما قال لا تروح ولهذا فعلا هو هم راح للنبي صلى الله عليه وآله وراد يشوف اي الخيارين اصاح يزعمان انهما يا انسان صور النبي ماذا قال له ها الكلمة التي قالها رسول الله صلى الله عليه وآله قال اقم في البيت خليك اياهم خليك مكانك ليش قال فان انسهما بك فان انسهما بك يوما وليلة بس من الصبح الى الليلة طال هم فيك ويرتاح ويوم وليلة مو معنى انه طول اليوم يشوفوك لا يعني بس يشوفون ان انت موجود وطول اليوم والليل يكونوا مرتاحين لانه شافوك ذاك اليوم مريت عليهم خامس دقائق عشر دقائق من شافوك مرتاحوا وظلوا طول اليوم سعداء مرتاحين يمكن يوم من الايام انت ما تروح اليوم فمن الصبح للليل ما يكونوا مرتاحين ما شايفينك اليوم لكن ذاك اليوم شافوك فشافوك مرتاحين سعداء ما قالوا ان اليوم ما شفنا ما معلوم وان راح مشغول مريض غيره ما قالوا هالكلمة احب الى الله عز وجل من جهاد كسنة صور جهاد مع من جهاد مع النبي هذا جهد وياي انا سنة كاملة هذا ما يسوأ ان يوم خمس دقائق تروح ليهم الصبح يشوف وجهك يستانس ونطل اليوم النهار والليل هذا عند الله سبحانه وتعالى احب احب من جهاد سنة ومعنى ذلك ان الثواب هنا عظيم عند الله سبحانه وتعالى طيب ولهذا احب الى الله سبحانه شوف هذا مورد من الموارد والموارد كثيرة في هذا المقام اللي الانسان لو يشوي يتأمل فيها يشوف مفردات الاحسان الى الابوين شقد هي مفردات مهمة ولهذا هذه القيمة الاجتماعية مهما توجهنا نحو التحضر توجهنا نحو التمدن لابد ان نلتفت الى هذه القيم الاجتماعية الكبرى اللي الدين في الاساس قام من اجل المحافظة عليها ولهذا طلب منا نحن صريحا ان نحافظ عليها على كل حال مهما تحضرنا ومهما انشغلنا ومهما سعينا في بناء هذه كن بارا واقصر على الجنة وان كنت عاقى فاقصر على النار نسأل الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا وإياكم لكل خير وصلى الله وسلم على اشرف الانبياء والمرسلين محمدين وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة